أنا من شوية كماعية كابتن نادر السيد النجم الكبير في تاريخ منتخب مصر كرة القدم سألته سؤال وحراك هترد عليه بقى بصفتك يعني كنت اسم كبير أو اسم كبير في كرة اليد ليه دايماً كرة اليد نموذج رائع ومشرف عن كرة القدم يعني كمنظومة أنا بتكلم كمنظومة أفضل في كل شيء احتياجات رائعة بطولات رائعة إنجازات رائعة على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الفرق عكس كرة القدم الفرق من وجهة مصر الفرق حاجتين حاجة الأولانية إن أنت خدم بتتعامل دايماً بانفصال يعني بطولة أفريقيا إيه اللي هتعمله عشان توصل للبطولة في تصفيات كسعانة إزاي مش لقدام إنت الفرق اليد بقى إنا سنين من أيام الدكتور حسن أصلاً حط قواعد معينة وكده حتى جميع أعضاء الاتحادات كلها ما بتيجي أصلاً في قواعد عامة قاله هو إيه ثلاث حاجات ما نقومش تاني فريق أول بيلعب وينفس وحقق مراكز أحسن في كل مرة في بطولة عالم وكده ده أقصى حاجة ليه غير بطولة أفريقيا وكده فريق شباب وفريق ناشئين أقصى حاجة أقولها لحضرتك إن آخر حاجة فريق شباب واصل تالت عالم فريق ناشئين واصل بطل عالم عارف يعني بطل عالم في لعبة جمعية يعني إيه طبعاً معناها يعني إيه متخطط له وكده ينشأ من الكلام ده أو يتبع الكلام ده إن إنت أصلاً هتعودنا كلنا إن إحنا كمدير فنيين سواء بالنسبة للدرجة الأولى أو بالنسبة لفرق الشباب والناشئين وكده اللي هي الفرق اللي اسمها فرق المرتبط يعني إزاي بتحطي لها خواعد إنها هتبقى أهمية عشان الآن ده يتحط فيها تهتم بيها فهتبقى تربط نتائج مع الدرجة الأولى إزاي إن إنت أصلاً بتستعد بالمنتخبات بتاعتك دي فبتسافر طول السنة بتحتك أصلاً طول السنة وبتشارك في مبارات ودية رسمية وكده إزاي الأكتر من كده كمان إن إنت المسابقات المحلية بتعملها على نفسه مستوى المسابقات الدولية اللي بتقبلها يعني إزاي مثلاً تلعب ماتشين في يومين وراء بعض وتخلي التركزة إزاي تلعب دورة مجمعة كاملة من أربع ماتشات أصل إزاي ما بتحصل في المسابقات الدولية بالتالي اللعيب بيبقى جاهز هنا وهنا على المسابقات الدرجة أولى وعلى المسابقات الشباب والمسابقات الناشئين وهم دول يعني إحنا بنقول دايماً إيه وأنت ما بتخيص أي مستوى نادي أو أي حاجة بتخيص بأشبال ناشئين شباب صح تمام؟ الناشئين والشباب هما طمعاً لهم الأكتر عشان هما اللي بينضموا للدرجة الأولى وكده وبتاعها وبالتالي إنت بشوف المستوى دي فما تيجي ما بتشغلش في حتة واحدة بس مرة واحدة يعني زي ما إنت قلت كده في قصة كلامك وإنت بتتكلم عن المديل الفني جديد المنتخب مصر وعن المنتخب الأولمبي وعن الكلام ده كله هي مدرسة واحدة هتمشي مدرسة مش في التدريب مدرسة في الأداد مدرسة في الإدارة مدرسة في تجهيز اللاعبين مدرسة في وضع المشاط المدرسة في وضع المسابقات المحلية بالمستوى وبالترتيب اللي عامل اللي إنت بتقابله برا زي وكمان يكون أكثر عنفاً من اللي برا عشان تجهز اللاعب أكثر من كده كمان شحيلاً في نفس الوقت بتجهز الكلام ده بدنياً إزاي تتعود إنك تبقى بدنياً أصلاً إزاي واقف على رجليك بدنياً بخوة جداً فبالتالي أي حد بيجيب البدني إزاي أصلاً إن ده عنصر هم أصلاً لأي لعيب في أي لعبة إزاي إنك تبقى بواقف على رجليك عشان تقدي ما يطلبه منك المدرب وكده وبالتالي هو ده اللي بناجح دايماً ليدنا ماشي على منظومة تمام؟ من وراها بتحقق نتائج اللي هي إنها توصل في كاس عالم وكده وبتاع المراكز المتقدمة من خلال مسابقتك المحلية من خلال تدريباتك من خلال تجمعات تجمعات وفكر منتخباتك وكده وبتاع وده اللي بيخلق لو كنت بدأت بأجنبي بقيت بتبقى بمصري المصري المدرب المصري بيرتفع من خلال الكلام ده كله وبالتالي هو اللي بيسك وهو اللي حقق أصلاً الكاس العالم وكده وبتاعه وحقق الكلام ده كله مدربين مصريين ليه؟ لإنها مشيت المدرسة بالترتيبة دي كلها صحيح عظمة جداً حراك قلت كلام في المنطقة عظمة الدرجة اللي لا ايه مستمع جيد حتى مش عايزة قطع حضرتك لا لا عشان ده النموذج يعني دايماً نتحدث عن كرة اليد كمسان رائق جداً كمنظومة وكلنا في كل الألعاب نحب إن نبقى زي منظومة كرة اليد